تدور عجلة الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق على غير هدى عقدة المنشار هذه المرة كما في كل مرة من هي الكتلة الأكبر لكن الرقع كان متسعا على الراقع بشكل لا يمكن معه إصلاحه مصطلح البيت الشيعي المتصدع بات أداة تعريف للإطار التنسقي والتيار الصدري الذين يتصارعان على أحقية تشكيل الحكومة المقبلة ذات المغانم الكثيرة على أنقاض البيت المتصدع كانت الشعارات المخادعة للرأي العام تطلق من هنا وهناك فالإطار التنسقي الممثل للميليشيات ادعى أن التيار الصدري قاد انقلابا في الجلسة الأولى للبرلمان والتي شهدت ماراثونا للعراك والهتافات الطائفية فيما قال الصدر إن الحكومة المقبلة ستكون وطنية بحتة لا شرقية ولا غربية أيام قلائل حتى سقطت الشعارات في تناقض قائلها فالحكومة عراقية القرار كما يقال ذهب أركانها إلى إيران محجة شركاء العملية السياسية وفدان من التيار الصدري والإطار زارا طهران بعد أن وصل الخلاف بينهما إلى نقطة التصادم السياسي وهناك فقط سترسم الأجهزة الإيرانية شكل ومضمون الحكومة المقبلة وتطوى صفحة الخلاف الذي وصل إلى تهديد بإشعال الوضع وهذا ما قرئ من تحذير المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي الأسكري من أيام سوداء ستمر على العراق زيارة الوكلاء تلك تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن إيران هي الطرف الأقدر على ضبط إيقاع العملية السياسية في العراق أحزابا وميليشيات وهي بذلك تستخدم العراق ككل ورقة تفاوض على طاولة المباحثات النووية في فيينا إذن حكومة العراق 2022 لا يبدو أنها ستختلف عن سابقاتها طالما أن قرار فض النزاع قادم من الشرق